أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح على ضرورة تبادل المعلومات الأمنية والتنسيق بشأنها بين أجهزة الأمن الخليجية لما لذلك من أهمية في ظل التطورات والأوضاع الإقليمية بالمنطقة جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مع مدير عام الأمين العام في دولة قطر اللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وأكد الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتي تربط البلدين الشقيقين مشيران إلى أهمية تبادل الخبرات والزيارات المتبادلة لتعزيز مسيرة الأمن الخليجي والتي تدعم التطلعات لتطور الأجهزة الأمنية كل في مجاله مؤكدان عمق العلاقات الأمنية الخليجية المتأصلة باعتبارها عنوانا لنجاح كل تعاون وتطور للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجية